المديرية العامة للحماية المدنية تطلق حملة وطنية حول أخطار الاختناقات بالغاز تحت شعار معا من أجل شتاء دافئ وآمن بهدف تحسيس الجزائريين بخطر القاتل الصامت انطلق قافلة للتحسيس عبر المداشر والبلديات وخاصة في الأحياء الجديدة يعني بالأحياء الجديدة التي قدمت لهم السكنات هذه السنة الأرقام الرسمية التي قدمتها مصالح الحماية المدنية كشفت عن حجم الخطر الذي يهدد أرواح الجزائريين حيث سجل خلال سنة 2018 انقذوا إسعاف 2793 شخصا مختنقين من بينهم 1849 بغاز أحادي أكسيد الكربون وتسجيل وفاة 131 شخصا أما خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 سجلت الحماية المدنية وفاة 132 شخصا مختنقين بمختلف الغازات من بينهم 113 حالة وفاة متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون حثنا السيد المدير العام للحماية المدنية بالتكثيف والتقريب للمواطن أكثر فأكثر حتى نقدم له التوصيات وماذا يجب أن يفعل وماذا يجب أن لا يفعل المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك بدورها حذرت من خلال صفحتها للفيسبوك المواطنين من اقتناء أجهزة التدفئة المقلدة لما تشكله من خطر على سلامتهم داعية إلى التأكد من جودتها وتوفرها على شروط السلامة حملات توعوية تم إطلاقها من طرف الهيئات الرسمية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بهدف وضع حد لخطر تسرب الغاز داخل المنازل والذي يحصد سنويا مئات الأرواح حملات تحتاج إلى مواطن واعي بحجم المسؤولية مدرك لحجم الخطر